السلام عليكم أصدقائي وإياكم أنس لا تنسى الصلاة على النبي اشترك بقناة فعل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسى اللايك والمشاركة الفيديو اتحاد الكرة العراقي بقيارة عدنان درجال يكرم لاعبي منتخبنا الوطن العراقي بمبلغ 5000 دولار لكل لاعب بعد الفوز على فيتنام في تصفيات كأس العالم 2026 منتخبنا الوطن العراقي وغادرها نوي إلى بغداد عبر طائرة خاصة أكرم سلمان يقول شنو فرحاني لين فاز العراق على فيتنام 1-0 ترى اليابان فازت على سوريا 5-0 اللي خلصناها وياها تعادلات أكرم سلمان صاحب الجملة المشهورة لا تصير هدى في براسي يعني يا أكرم سلمان ما أنت مدرب وشفت اللعبة وإحنا كليتنا شفنا اللعبة أقل شي منتخبنا العراقي المفروض يفوز أربعة أهداف هاي أقل شي ضيعنا أهداف الجملة لكن الحمد لله بالأخير كسبنا النقاط الثلاث البارحة ميرخاز دوسكي قدم أداء رجولي أداء متميز ولا أروع طوال التسعين دقيقة ضد فيتنام كم تقيمون أداءه من 10 ضد فيتنام؟ صراحة برأيي الشخصي ميرخاز دوسكي هو أفضل لاعب في مباراة العراق وفيتنام حسب المستوات التي يقدمها ميرخاز دوسكي مع المنتخب العراقي برأيكم هل جعاز قادر على استعادة مركزه الأساسي في حال عودته للمنتخب؟ بعد رجوعه من الإصابة أميرخاز دوسكي حجز مكانه الأساسي في المنتخب العراقي لاعب خط وسط منتخب العراقي زيدان قبال من تدريبات العريقة وطريقة الهولندي كل التوفيق لزيدان قبال تصريح فيصل عزيز يقول علي الحمادي لم يظهر بمستوى الحقيقي بسبب سوء التوظيف منك أساس المفروض لا يلعب على الطرف اليمين لأنه ليس سريع المرة كلام صحيح لأن علي الحمادي مهاجم سريح الصحفي الجدل محمد خلف بعد مباراة فيتنام يقول منتخب فيتنام منتخب ضعيف للمعلومة محمد خلف قبل المباراة نصح بعدم اللعب بضغط عالي عن فيتنام فريق قوي ومن يقدر نجاري النسق مالته فلازم نلعب دفاع منطقة وذا تعادلنا فهذا إنجاز والتصريح لاقاء استحسان وتأييد الإعلامي عمر رياض يعني برايكم معقولة خلال أربعة أيام فقد منتخب فيتنام قوته؟ يعني شنا قبل اللعبة شي وبعد اللعبة شي ثاني تغيير 180 درجة بالكلام لعب منتخب العراق بشار رسن يقول قدمنا أداء جيداً أمام فيتنام وتوجنا مجهوداتنا بفوز وثلاث نقاط مهمة القادم الأهم للمنتخب وهو كاساسي من المباراة لا كانت لدي إصابة خلال الشوط الأول تعرضت للضرب عليها مرتين وأكملت المباراة كيف تقيم أداء بشار رسن في الشوط الأول؟ قدم أداء ممتاز بالبزنس كلاس محترفين منتخبنا العراقي يعودون لأنديتهم بعد انتهاء المهمة الوطنية غادر اللاعبين محترفين إلى أوروبا وفي الفرق بين الاتحاد السابق والاتحاد الحالي بسمن ذاك الاتحاد كانوا اللاعبين ينامون بالمطارات ينتظرون الترانزيت أما الآن بزمن عندنا درجاء الحجز بطائرات خاصة مهدي المشجع يقول جيبونا البرازيل وإيطاليا للبصرة ولا نغلبهم خمسة ضياء يحسين يقول أقولها بصراحة باشانك عبد الله وأيمن يحسين وفرانس بطرس لا يستحقون التواجد مع المنتخب الإمارات عبد الرحمن أبو عوفي يقول كأساس جعل اللاعب العراقي البديل بجودة اللاعب الأساسي وهذا لم يحدث من قبل مع المنتخب العراقي وكل منتخبات الخليج تصريح ميمي بعد الفوز يقول الفوز تحقق بجهود اللاعبين بارك اللاعب المنتخب بطن العراق مهند علي ميمي للجمهور العراقي بعد الظفر بنقاط مباراة أمام المنتخب فيتنام والتي تحققت برأسيته في الوقت القاتل من المباراة التي كانت في ملعب ما يدن في العاصمة هانوي وإشارة ميمي إلى أن نقاط المباراة تحققت في فضل جهود جميع اللاعبين والجهود العالي الذي بذلوه في المباراة وعلينا أن ننسى ما تحقق من الفوز في أول المبارتين ونركز في القادم وأضافة في المؤتمر الصحفي سعادتي لا يمكن وصفها بالتحقيق الفوز خصوصا بعد فترة طويلة من الابتعاد بسبب الإصابة وأشكر الله أني كنت إلى جانب زملائي في تحقيق هذا النصر تصريح على عدنان يقول صدارة العراق لمجموعتهم مستحقة منتخبات شرقاسة من الصعب والتفوق عليها في ملعبها أساس له فضل كبير في استعادتي لمستوى الحقيقي حيث منحني الثقل كامل رغم إصابتي مرتين بالرباط الصليبي في غضون عام واحد والولى لتركت كرة القدم ترتيب مجموعتنا المجموعة في العراق 6 نقاط فيتنام 3 نقاط الفلبين نقطة ندنوسيا نقطة إحصائية كاساس مع المنتخب العراقي لعب 15 مباراة فاز 8 مباريات وخسر مبارتين تعادل في 5 مباريات سجل 27 هدف استقبل 14 هدف عدد البطولات بطولتان للمنتخب العراقي بطولة كأس الخليج وبطولة كأس مالك تايلند قد تقيمون كاساس إلى الأمام من 10 المحلل لسامي عيسي يقول لا نستطيع التاهل لكأس العالم بهذه النوعية من اللاعبين الموجودين حاليا في الرأس الشارع ما نقدر نوصل بهم صراحاني ضد تصريحة إن شاء الله نوصل كأس العالم اليابان تضرب سوريا بخماسة نظيفة في الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة لكأس العالم في 2026 وكأس السبع وعشرين نوالي قادش الإسباني عبر حسابه الرسمي يبارك للعراق بعد فوزه على فيتنام وكتب ألف مبروك يا عراق نفتخر بأبن مدينة ناخي شوز كاساس باشاق عبدالة تقريبا نزل آخر دعش دقيقة من المباراة ومجموعة دقائق التي لعبها مع المنتخب العراقي بالثلاث مباراة لم يكمل ساعة والجماعة يردون يحكمون علي ويقيمو باشاق يحتاج إلى وقت لإثبات وجوده مع المنتخب العراقي وهو لعبين طاهم فرصة صال المسنين بالمنتخب إلى الآن لم يقنع مستواهم الجمهور العراقي باشاق عبدالله هو اللي ساهم بالهدف من سجل مهند علي باشاق عبدالله قطع الكرة ولعبها إلى إبراهيم بايش ومن ثم انطلق بها وعراضها وسجل مهند عليه إذن المهاجمين باشاق عبدالله ومهند علي ميمي هم من ساهموا بالهدف وصنع الهدف هو إبراهيم بايش بعد الفوز على فيتنام وصدارات المجموعة منتخب نوطين العراقي يصل لحاصمة بغداد تصريح نشأت أكرام يقول كأساس أحد أبطال هذه الجولة من التصفيات فاجأ الجميع بطريقة اللعب أيمن إحسين مع جلال حسن وقوقيه هواسة جديدة يقولون بها الحشة والموحشة وظلوا ورانا أيمن انت لو مركز شون تسجل هدف مثل ما مركز بالهواسات شانها ستة يمكن هداف العراق نصيحة له أيمن حاول ترجع مستواك وتسجل أهداف مدرب المنتخب الأولون بالعراق أراضي الشي يقول رغم الخسارة برباعية لأن المباراة كانت لافائدة كبيرة خاصة من أغلب لاعبي ساحل العاج يلعبون في الدوريات الأوروبية اشتركوا في القناة